السلام عليكم ويسعد لي مساكن جميعاً بهذا الفيديو إن شاء الله رح نلقي نظرة شاملة على كل ما تود معرفته عن إطلاق البلاي ستيشن 5 من ناحية السعر والموعد والألعاب الدعمي والخدمات المتوفرة يعني بنقول إن شاء الله ما بتطلع من هذا الفيديو إلا وإنتي عرفان كل شي بيخص البلاي ستيشن 5 وإطلاقه بحيث يصير هذا الفيديو مرجع لأي شخص ناوي يشتري الجهاز لحتى يتعرف عليه بالكامل رح حاول إن شاء الله أغطي كل الأشياء المهمة بأسرع وقت ممكن فياريت لا تنسوني من اللايك ونشر الفيديو بين الأصدقاء لأنه هذا أكبر دعم ممكن تأدمولي ويلا نبدأ مع البلاي ستيشن البلاي ستيشن 5 إن شاء الله رح يتوفر بالنسختين العادية والديجيتال بتاريخ 12 نوفمبر بدول معينة شايفين أدامكم لكن ببقية الدول ومنها دولنا العربية رح يتوفر بتاريخ 19 نوفمبر اللي هو ثالث يوم خميس من شهر 11 ميلادي ما بعرف حسيت حالي عقدت بزيادة بدل ما سهلة المهم 19 نوفمبر النسخة العادية رح يكون سعرها 500 دولار أما النسخة الديجيتال فرح يكون سعرها 400 دولار وهي نفس البلاي ستيشن 5 تماما لكن بدون فتحة بلوراي للأشريطة الفيزيائية السماعة اللي اسمها بولستري دي رح تتوفر للشراء بشكل منفصل بسعر 100 دولار بتعطيك مجموعة مزايا منها الصوت المحيطة والمايكروفون اللي بيدعم عزل الأصوات أما الكاميرا فسعرها 60 دولار بتصور بدقة 1080 لو حابب مثلا تعمل بث مباشر من جهازك البلاي ستيشن الريموت هذا اللي فينك من خلاله تتصفح الجهاز نفسه أو التطبيقات الخاصة بالأفلام والمسلسلات وغيرهم رح يتوفر بسعر 30 دولار وأخيرا في عنا قاعدة الشحن للكنترولر رح تتوفر أيضا بسعر 30 دولار الجهاز رح يجي بحجم 825 جيجا فقط ما في أحجام متنوعة وما بعرف هل هاي المساحة البائية بالنظام ولا هي المساحة الأصلية بدون ما نحسب المساحة اللي آخدها النظام ورح يكون فيه بالكرتوني يد التحكم وحدي فقط ولو حادث تشتري إيد إضافية فرح تكلفك 70 دولار يرجى العلم يا جماعة أنه ما في أي أكسسوارات خاصة بالبلايستيشن 4 رح تشتغل على البلايستيشن 5 حتى لو أنك مشتري كنترولر من طرف تالت مثل الأسترو سي 40 مثلا ما رح تشتغل على البلايستيشن 5 هاي شغلي وجب التنبيه عليها لو أنت كان عندك مجموعة أكسسوارات على البلايستيشن 4 وناوي تعمل أبغريد للفايف بالنسبة للألعاب فلما بينزل الجهاز إن شاء الله رح يكون عليه كمية كبيرة من الألعاب المتنوعة وحابب أني لخص لكم إياها بشكل سريع لحتى تكونوا عرفانين كل الألعاب اللي رح تتوفر على الجهاز بوقت الأصداق نبدأ الآن بالألعاب اللي رح تتوفر حصريا على الجهاز يعني ما رح تلاقيها لا على الأكس باكس ولا على أجهزة النينتندو سبايدر مان مايلز موراليس عبارة عن إضافي للجزء الأول اللي نزل بال2018 لكنها رح تنباع على شكل لعبة مستقلة للبلايستيشن 5 رح تكون موجودي أيضا على البلايستيشن 4 لكن طبعا نسخة الفايف رح يكون فيها استغلال لخصائص الجهاز الجديدي سواء الفور كي والستين فريم أو خصائص الكنترولر نفسها والإحساس اللي بتعطيكي أثناء اللعب سعر اللعب رح يكون خمسين دولار بما أنه أصغر من سبايدر مان ورح ينزل بنفس اليوم أيضا نسخة اسمها ألتمت ايديشن سعره سبعين دولار رح يجمعها لعبة سبايدر مان مايلز موراليس بالإضافة إلى نسخة محسنة من سبايدر مان اللي نزلت بالألفين وثمانتاش يعني فرصة ممتازة إنك تلعب اللعبتين إذا ما لعبت الجزء الأول استروز بلاي روم وهاي عبارة عن لعبة بلادفورمر استعراضية هدف اللعبة إنك تلعبها مشان تستكشف خصائص الجهاز الجديدي والكنترولر يعني فيناك تقول لعبة تقنية إن صحة تعبير وبرضو فيناك تعمل فيه لفي على تاريخ أجهزة البلاي ستيشن السابقة ولا تشيل هم سعر اللعبي هاي لأنه بالأساس رح تيجي محملي على جهازك البلاي ستيشن 5 أول ما تشتري ديمون سولز عبارة عن ريميك كامل لنفس اللعبي اللي نزلت بالألفين وتسعة وهي عبارة عن لعبة أكشن أر بي جي كانت حجر الأساس لسلسلة دارك سولز وهو اللي بلش كل العظمي هاي من أهم ألعاب إطلاق الجهاز ومن الألعاب اللي أنا شخصيا متحمس جدا أني ألعبها بس يعني حط ببالك إنه اللعبي بتقدم لك تحدي جدا صعب ولابد تكون مستعد لحتى تخوضه أنا عمقول هالكلام هذا لأنه سعر الكنترولر اللي جديدي 70 دولار وعلى سيرة السبعين دولار اللعبي رح يكون سعره 70 دولار ديستركشن أول ستارز وهي عبارة عن لعبة أونلاين تنافسية بحطوكن بحلبي هيكي وبتبلشوا تخبطوا ببعضكم معلم سواء بالسيارات أو باللاعبين العاديين اللعبي تبدو ممتعة بصراحة ومثيرة للاهتمام لكن سعره 70 دولار أنا بصراحة ما بعرف مين رح يشتري لعبي مثل هاي بهالسعر الخارق هذا ساك بوي أبيغ ادفينشر هي عبارة عن لعبة مغامرة وبلاتفورمينج تبدو هيكي بسيطة ولطيفي سعره رح يكون 60 دولار ورح تتوفر أيضا للبلاي ستيشن 4 غاد فول لعبة أكشن لوتر فينك تلعب لحالك أو كوب مع الأصدقاء سعره 60 دولار وما رح يكون فيه أي إضافات مستقبلية على حسب كلام المطورين بتتوفر أيضا للكمبيوتر لو ما عندك بلاي ستيشن 5 وهي عموما يعني حصرية مؤقتة يعني حتى بعد فترة رح تنزل للإكس باكس بشكل عام مكتبة الألعاب الحصرية للجهاز متنوعة بشكل رائع بصراحة ما بين ألعاب مغامرة وبلاتفورمينج وار بي جي وونلاين وكل ياتها ألعاب من الطراز الرفيع يعني بس مشكلتها بالنسبة إلي هي الأسعار المبالغ فيها بصراحة خصوصا إنك بهذاك الوقت رح تكون كمان مشتري الجهاز فيعني المصاريف ممكن تكون كتيري بفترة أصيري وعادي معلم لو أنت متحمس لكل الألعاب هاي فهلا يعينك بصراحة الألعاب تقريبا سعره بنفس سعر البلاي ستيشن نفسه طبعا هاي كانت فقط الألعاب الحصرية فيه ألعاب أخرى كتير رح تنزل على الجهاز وخلينا لخص لكم ياها أيضا بشكل سريع أعلنوا إنه 99% من ألعاب البلاي ستيشن 4 رح تشتغل على البلاي ستيشن 5 لكن بيوم الإطلاق يعني لما بتشتري الجهاز رح يكون فيه مجموعة مكونة من أكتر 100 لعب شعبية على البلاي ستيشن 4 رح تكون متوفرة على البلاي ستيشن 5 من أول يوم يعني ألعاب متى Red Dead Redemption 2 وMinecraft وThe Witcher 3 وغيرهم من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة وبرضو فيه شغلي مهمة على نيتا سوني إنه أي لعبة وصلت على متجر لبلاي ستيشن بعد شهر 6 ميلادة من هذا العام فهاي أيضا لازم تكون موجودة على البلاي ستيشن 5 بفترة الإطلاق يعني ألعاب مثل Avengers وWasteland 3 وCrash Bandicoot 4 وFall Guys وغيرهم هدول كلنا رح يكونوا موجودين إن شاء الله بفترة الإطلاق للبلاي ستيشن 5 بعض الألعاب هاي رح تشتغل معك مباشرة على جهازك لو كنت مشتريه على البلاي ستيشن 4 وما بيحتاج إنك ترجع تشتريه من أول وجديد وفيه بعض ما رح تشتغل معك ولابد إنك ترجع تشتريه مرة تاني مثل لعبة NBA 2K21 ولحتى تعرف لو اللعبة هاي رح تشتغل معك مباشرة ولا لازم تشتريه من أول وجديد لابد إنك تشيك على هالشغلي من صفحة اللعبة الرسمية أو ببساطة تبحث عليها بGoogle وطبعاً ألعاب نوفمبر كلها رح تكون موجودة على البلاي ستيشن 5 مثل Assassin's Creed Valhalla و Cyberpunk 2077 و Dirt 5 وفيه ألعاب مش حصرية على البلاي ستيشن 5 لكنها رح تشتغل بشكل ممتاز عليه مثل لعبة Call of Duty Black Ops Cold War رح تستغل خصائص الكنترولر الجديدي بالإضافة إلا إنها رح تدعم الريت ريسنج بطور القصة ورح تدعم المي وعشرين فريم بطور الأونلاين هذا غير إنه في بعض الحصريات المؤقتة اللي تم تأكيد قدومها بنهاية السنة هاي للبلاي ستيشن مثل The Pathless وباق سناكس وجد The Far Shore وغيرهم هذول كلهم قادمات إن شاء الله بنهاية هاي السنة بس لسه ما منعرف شو هو يوم الإصدار الدقيق لهاي الألعاب فياريت تتابعوني على الإنستغرام لو حابين تعرفوا كل المعلومات عن الألعاب هاي وغيرهم المعلومات أول بأول أيضاً ألعاب الأونلاين المشهورة والمعروفة مثل فورتنايت وبوب جي وهايبر اسكيب وريمبو سيكس سيج وأوفروواش هذول أيضاً رح يكونوا متوفرين على الجهاز بنفس اليوم من ناحية الخدمات فأعلنوا عن توسعة لخدمة البلاس اسمها PlayStation Plus Collection وهي عبارة عن خدمي بتوفر لك مجموعة مختارة مكونة من 18 لعبي من ألعاب البلاي ستيشن 4 لحتى تحملها وتلعبها على جهازك الفايف بنفس يوم إصداره طبعاً 18 لعبي هاي مبدئية يعني القائمة هاي قابلة للزيادة مستقبلاً والحلو بالموضوع أنه هاي الخدمة ما بتحتاج إشتراك جديد أو شي مثل هيك هو نفسه إشتراك البلاس تبعك بدون أي زيادة بالسعر يعني مثلاً أنت مشترك البلاس على البلاي ستيشن 4 لما بتنتقل البلاي ستيشن 5 ما في داعي أنك تشترك من أول وجديد الخدمة نفسها رح تمشي معك للبلاي ستيشن 5 بالإضافة إلى أنك رح تلاقي البلاس كولكشن هذا عم يستناك على الفايف بصراحة يا جماعة مجموعة الإطلاق للبلاي ستيشن 5 فعلاً مغرية سواء الأجهزة أو الأكسسوارات أو الألعاب أو حتى الخدمة الجديدة اللعاب الأكبر بالنسبة إليه هي التسعيرات بكل شي ما عدا الأجهزة لأن الجهازين أسعارهم جداً معقولي بصراحة بس الأكسسوارات والألعاب أسعارها كتير مرتفعة وكأنهم عم يعوضوا سعر الأجهزة فيهم فمشان هيك لو أنت مهتم بكل ألعاب الإطلاق الحصرية والتسعيرات ما كتير بتفرق معك فباعتقد أنه البلاي ستيشن 5 رح يكون جهاز ممتاز للشراء بوقت الأطلاق لكن طبعاً الشراء للنسخة العادية وليس نسخة الديجيتال صحيح أنه نسخة الديجيتال أرخص بـ 100 دولار بس يعني بالنسبة إليه ادفع 100 دولار زيادة على جهاز بيقدر يشغل ألعاب مستعملي أحسن ما وفرها بجيبتي ولقي حالي بعد فترة دفعت أضعاف مضاعفي بنسخة الديجيتال لأنه كله عم بيشتريه من الستور وبسعر كامل أو بدي أقعد أشهر عم بيستنى لعبتي المفضلي لحتى ينزل لها تخفيط هذا غير طبعاً أن دولنا العربية ما شاء الله يعني الإنترنت كتير سريع فيها فمشان هيك معلم صلي على النبي يعني واشتري النسخة اللي بيجي معها ديسك أحسن لك وأريح لراسك وهيك بتكون نهاية هذا الفيديو وحاولت أني لخص فيه كل الأشياء اللي رح تنزل على البلايستيشن 5 بفترة الإطلاق بالإضافة إلى كل التسعيرات والمواعيد الطلب المسبق بلش الآن ببعض دول أوروبا وأمريكا وحتى ممكن بالوقت اللي عم تشوف فيه هذا الفيديو يكون الطلب المسبق متوفر ببلدك أيضاً يا ريت لو عجبكم هذا الفيديو تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتشاركوا بين أصدقائكم لأنه فيديو كتير مهم وفيه تجميعة لكل الأشياء اللي أنت بتحتاج تعريفها عن الجهاز لو في أي أخبار إضافية عن إطلاق البلايستيشن 5 إن شاء الله رح شاركها على حساب الإنستغرام تابعونا هناك أيضاً لو بتحبوه شاركونا تحت بالتعليقات شو أكتر ألعاب متحمسي لع البلايستيشن 5 وهل ناوين تشتر الجهاز بيوم الإطلاق ولا ناوين تأجلوه شوي شكراً كتير لكم عن المتابعة وبتمنى لكم يوماً سعيداً سلام عليكم